كاليوم الفيديو ماتي كيفية تحديد اقطاب الضغط المجهولة او اا يعني بعض الاحياني جيت نقسم من الاجهزة اا هذا اللي غير معروفة يعني التختم على الترمينال على اقطاب ما موجود او مخربط ممكن ممكن يكون عندك شكل فيه ممكن ما تعرف يعني ما متأكد من عنده انذا كان هذا صحيح او الستارت او الكمن افضل طريقة انه تتاكد من عنده تستعمل هذه الطريقة اا ادنا قانون هو هذا طبعا بالاصل هو هذا قانون ربط المقاومات على التوالي اللي هو السي اس بلس سي ار تساوي ار اس ايكل ار اس ومعناته انه سي اس معناته من الكمن للستارت ادنا رقم احنانه بننقيس بالعفاميتر نكتبه اوكي بلس زائدين من السي للار اللي هو من الكمن للرنين عندنا رقم نكتبه مجموعة هذا رقم زائدين الرقم الثاني يطلع ادنا ايكل يساوي ار اس يطلع ادنا ار اس اللي هو من الار للس يعني مجموعة هذه المقاومات مجموعة هذه الكويلات لانه مربوطة هي على التوالي رح تطينا اكبر اكبر مقاومة هسا هذا هو هذا قانون ربط المقاومات على التوالي المفروض نترك هذا مثلث كبير نجعل مثلث المثلث الصغير على فون نجعل مثلث الكبير اا اا انا غيرت نفس المثلث هو طبعا ولكن غيرت الاحرف كتبت اي بي سي مجرد اللي التوضيح اا اا انا سويت شي من عندي للتسهيل حتى اا اذكره يعني هو واني بعض الاحيان اخربط وانسى كتبت سي اس ار هو اسم السهم باللعلى الاسفل شنو معناته هذة انا اقرأ حتى لا انسى اقرأ كسر اقرأ يعني من انسى اقرأ كسر اعرف شنو معناته الان راح اشرح شنو معناته كسر معناته انه common start running رسمت من العلى الاسفل يعني من الرقم الكبير ينزل الاسفل هو رقم صغير فالcommon هو اعلى رقم مقاومة يجي اصغر من عنده start يجي الاصغر شي اللي هو running اصغر رقم يطينا من نقيس بالعبو متر اوكي هسا نجي انطبق هذا على هذا المثلث احنا قسنا من الاي للبي طلع ادنى رقم اب طلع ادنى سبعة من البي للسي طلع ادنى رقم طلع ادنى عشرة من السي للاي طلع ادنى رقم اللي هو ثلاثة اوم نيجي على هذا الارقام ونطبق عليها هذا الشي نيجي ناخذ اكبر نبدي من الكمن طبعا نحن نبدي مفرق يجوه الاسفل ناخذ الكمن الكمن هو قلنا على على رقم نشوف على رقم من اذنى اللي هو هذا العشرة هذا نشطبه اوكي راح من اللستة هذا خلاصنا من الكمن نجي على الارقام على الاحرف لافو الاحرف الباقية هذا مش طوب اوكي نجي الاحرف عندنا اي بي اي سي ناخذ الاحرف المتشابهة عندنا اي و اي متشابهات خلي عليها ندار اذنى يعني وذنى متشابهات معناتها هذنى كامن اوكي الان عرفنا الكامن عندنا هذنى مش طوبات عرفنا الكامن نيجي على الارقام عندنا ناخذ اللي اقل من العشرة الرقم نيجي بعد العشرة اي رقم هو سبعة عندنا احنا اصلا نعرف طلعنا الاي هو كامن قلنا فمعناتها انه هذا البي اللي هو الستارت حسب هذي القاعدة اللي سوتها اوني فلانه هذنى يجي بعده اقل من عنده فمعناتها بي هو الستارت ما بقعدنا غير رقم واحد اخير اللي هو ثلاثة الاين اعرفها والاودي اعرفها طلعناها اليه كامن اسي معناتها راننج فالمفروض هذي ان شاء الله تكون طريقة واضحة انتحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة